اشتركوا في القناة ازنا اللي النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن الفرصة دي احب اوضح لديه قناتنا وقناة منح من كل الالوان عليها فرص ومنح كتيرة جدا بالاضافة كمان ده الويب سايت الخاص بينا هتلاقي عليه فرص ومنح كتيرة جدا فارد تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على احدث المنح الدراسية كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة بالنسبة لفرصة او منحة النهاردة هي عبارة عن فرصة تدريب ممولة بالكامل في هولندا ومتاحة للجميع تمام طيب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر الدولة اللي هيكون فيها التدريب هي دولة هولندا وكمان ما تنسوش طبعا ان هولندا من الدول الاوروبية القوية جدا جدا والتدريب ده هيكون في مدينة امستردام تمام طيب بالنسبة للجهة المناحة الجهة المقدمة لفرصة دي هي مؤسسة ممتازة جدا اسمها تمام دي المؤسسة طيب بالنسبة لدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهول طيب بالنسبة لوصف التدريب التدريب ده هيتكلم عن ايه وهيشمل ايه بقول لك ان التدريب ده هيشمل العمل على قضايا يعني المجتمع الحقيقية تمام وهيكون في فريق حيحول حل المشكلات الفعلية والتفكير في طرق وحلول جديدة تمام ستتاح لك الفرصة لمقابلة اشخاص راعيين والعمل في فريق من المواهب الدولية ستعمل في فريق ابداعي وفكر معنا في اتجاه تطوير المؤسسة سيطلب منك زيارة العديد من المنظمات التي تمسم مهمة مهمة مجموعة التعليم الهولندية تمام كمان هدفها انها سوف تتعلم عن الجوانب المختلفة للمبيعات والادارة وسوف تعزز مهرفتك في ادارة المشاريع وحتتمكن من الوصول الى شبكة دولية ضخمة من الاتصالات عشان تعزز حياتك المهنية العالمية تمام وهتكتسب مهارات بقى مهنية جديدة وما الى زي فكل دي حاجات هيشملها هذا التدريب وهيتكلم عنها طيب بالنسبة للتمويل ركز بقى معايا كده في التمويل بتاع الفرصة دي لانه حاجة خرافية اول حاجة انت هتاخد تذكر الطيران من بلدك الى هولندا مجانا مش هتدفع اي تكاليف خالص بالنسبة لتذاكر الطيران كمان حيكون في سكن ممتاز جدا اثناء التدريب هيتم توفيره لك كمان وجبات الطعام وجبات الطعام مع السكن هيتم توفيرها لك وركز بقى معايا في الحاجة الجميلة جدا اللي المنحة دي بتوفرها او الفرصة دي بتوفرها انها بتشمل دعوة لعمل فيزة هولندا والسفر بسهولة بدون تعقيدات تمام بيبعتولك حاجة زي كده وطبعا ده بعكس منح كتير تانية ما بتعملش الطريقة دي لكن الفرصة دي بتبعتلك ده بيسهلك انك تحصل على فيزة هولندا وتسافر الى هولندا بكل سهولة كمان هكون في فرصة لتعلم اللغة الهولندية وكمان هتحصل على شهادة بعد انتهاء التدريب وكمان بعد التدريب اذا وجدوا انك شخص متميز يمكنك البقاء في هولندا والعمل مع فريق المنظمة تمام فانت عندك تمويل صراحة ممتاز جدا طيب عندنا هنا بعض الملاحظات ان المنحة دي لا تحتاج شارة لغة للتقديم فيها مش مطلوب منك بقى اي اللي تستوي فيه شارة اللغة الانجليزية ومايل ازلك لا مش مطلوب منك اي شارة لغة انجليزية خالص كمان المنحة دي متاحة للجميع من طلاب وخريجين من اي مواهن متاحة للجميع سواء انت طالب خريج سواء في سنوية عامة سنك صغير سنك كبير كمان بتقدر تقدم زي ما احنا قلنا مفيش حد اقصى لعمر كمان ومتاحة لجميع الاعمار طيب بالنسبة الاوراق المطلوبة بتعمل السيرة الزاتية وطبعا السيرة الزاتية بتاعتك يفضل انها تكون على الطريقة الاوروبية بشكل احترافي تمام بتحط فيها كل بياناتك كمان بتعمل خطاب نية احترافي تكتبه بشكل ممتاز وممكن كده في الرسالة بتاعت يعني في الابليكيشن او لما تيجي تبعد بياناتك تحاول تكتب لهم انك يعني هتحاول انك تساعد المؤسسة وانك يعني تنمي مهاراتك عن طريق انك تحضر التدريب ده فبالتالي هتساعد الناس في بلدك فيعني انك هتنشر افكار المؤسسة وان المؤسسة هدفها مساعدة الطلاب والاشخاص وانهم هنشروا المعرفة اللي هتعلموها فبرضو تحاول توضح لهم الحتة دي في نوايك تمام طيب بالنسبة لكيفية التقديم في الفرصة دي التقديم بسيط جدا هتحط السيرة الزاتية بتاعك والخطاب النية في الايميل وتبعته للايميل ده تبعت خطاب النية والسي في بتاعك وتكتب الجوز اللي احنا قلناه كده مثلا في الرسالة تمام وتكتب في عنوان الرسالة تمام تكتب العنوان ده شاني يعرفه انك بتقدم على اساس المنحة دي او الفرصة دي تمام كده طيب مدة التدريب ده تدريب ده بيبدأ من تلت شهور حتى ست شهور وفيه كمان تسع شهور ولكن المعتاد انهم بيكون من تلت شهور حتى ست شهور تمام وزي ما احنا قلناه بعد التدريب اذا وجده انك شخص متميز يمكنك البقاء في هولندا والعمل مع فريق المنظمة بالنسبة لاخر معادل التقديم في الفرصة دي التقديم مفتوح طوال العام ويفضل كل ما تم التقديم مبكرا افضل خوفا من ان تمتلق المقاعد يعني كل ما تمتلق مبكرا بيكون افضل لانه ممكن في اي لحظة مثلا تمتلق المقاعد تمام طيب اه كمان ما تنسوش ان قناتنا قنات منح من كل اللون بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسيهم مدمونة القبول مية في المية في الصين كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها يعني العايز تقدم ان خلالنا على منحة دي متاح كمان خدمة تجهزي لوراء عشان تستخدمها في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايز تقدم لها بنفسك وخدمة التقديم على الكورسات ولو عايز اي خدمة الخدمات دي بيتلاقي رابط خدماتنا الاضافية موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان موجود هنا ده رابط الخدمات الاضافية طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي من المنحة والتقديم تيجي تضغط على الاعلان الرسمي والتقديم من هنا هيفتح معاك كل التفاصيل اللي انا قلتها كل التفاصيل اللي احنا ورناها هنا باللغة العربية هتلاقي موجودة في موقع الفرصة الرسمي تمام وهتلاقي كل التفاصيل اسم طبعا اسم المنحة دي او الفرصة دي اهي هنا تمام زي ما موجود كده يعني ممولة بالكامل تمام طيب اه كل التفاصيل بقى هتلاقي هنا البرنامج بيقول لك هنا البرنامج ده بيتكلم عن ايه تمام مدة البرنامج اه هتحصل على ايه تمام هنا الوجبات الطعام بقى والسكن وتذاكر التغيران زهب وعودة كمان اه هتحصل على الشهادة كل ده موضحينه هنا المتطلبات بتاعتها بالصعبة اه متاحة للجميع بدون حد اقصر العمر او المواهل الدراسي كمان مفهو الشرط بالنسبة هنا للاوراق زي ما احنا وضحنا دي الاوراق ان انت تجاهزها تمام وتجهز كل الاوراق دي وتبعتها على هذا الايميل ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحة تمام فصراحة يعني فرصة ممتازة جدا متضعاش من يديكم اه ريت الناس تقدم لها كمان مش مطلوب اوراق معقدة ولو حابين كمان تقدمهم ان خلالنا متاح وان شاء الله نساعدكم في تجهيز كل الاشياء المطلوبة للمنحة دي وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والبليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته